السلام عليكم سماحة الوارد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه يقول ما معنى هذا الحديث معنى واضح لا تغلوا فيه يعني تزيدوا عن الحد المشروع في قراءة القرآن بنوعية التلاوة بالتمطيط والمدود الزائدة والغنى الزائدة هذا من الغلو في التجويد تجويد إنما يوخذ باعتدال يوخذ باعتدال لا يخرج به عن المألوف بالزيادة عن ما قرره علماء التجويد هذا معنى الغلو في التلاوة الغلو في التجويد الغلو في التجويد أو الغلو في فهم القرآن هذا أشد مثل فهم الخوارج غلوا في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمة ولم يرجعوا إلى الراسقين في العلم في تفسيرها فهذا من الغلو في فهم القرآن بحيث إنه ما يمشي على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتفسيره نعم والجافي عنه هو الهاجر له الذي لا يتلوه ولا يقرأه أو يقرأه باللسان ولا يعمل به أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه هذا هجران الهجر للقرآن أنواع منها هجر التلاوة ولذلك قالوا ينبغي إنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن على الأقل كل يوم جزء هذا على الأقل هو منها هجر العمل في القرآن يقرأ القرآن ويجيده ويرتله لكن ما يعمله هذا هجر للقرآن هجر للعمل ومنها هجر التدبر يقرأ القرآن ويعمل ويجتهد في العبادة لكن ما يتدبر القرآن وتفهم معانيه ويرجع إلى تفسيره وإلى أهل العلم هذا هجر للتدبر ومنها هجر الحكم بالقرآن يعني يخكم بغير القرآن يخكم بالقوانين والأنظمة البشرية فالقرآن مهجور حضوط بالرفوف ولا يعمل به ولا يخكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهر ما يخكم القرآن هذا هجر هجر للحكم بالقرآن والقرآن أنزله الله يحكم بين الناس فيما اختلف فيه يحكم بين الناس فيما اختلف فيه وكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات هذا من هجر القرآن